مرحبا سوف نعمل مع بعضنا الـ Cheesecake هو عبارة عن كريم بشيز 269 جرام عبارة عن سكر مطقون 15 جرام مي 30 جرام سكر 90 جرام سفار البيض 50 جرام و كريم شانتي 350 جرام و جلاتين ماس 50 جرام سوف أعطيكم العيار البسكويت هو 350 جرام و 130 جرام الزبدة الزبدة لازم تكون بها بطريقة بطريقة سوف نبدأ نضع كريم مع السكر المطقون نخلطهم سوف نبدأ سوف نضيف السكر مع الماء و سوف نبدأ سوف نضيف السكر مع الماء سوف نضيف الماء bly اسم نظيف السكر سوف نضيف بعد ما اوصل السكر على حرارة 110 انا هضيفه فوق السكر بهذه الطريقة الزبدة بهذه الطريقة هاي متل ما قدتكن اهم الشي تكون الزبدة لهي هالطريقة ما تكون سائلة اذا سائلة بتشرب البسكتو بعد ما صارت معارسة بسكتو فقطرية شبين كيف رحضيفة ما نضغط عليها كتير هيك بعد ما صارت الجبنة متل ما يشوفين طرية رح ضيف عليها رح ضيف عليها رح ضيف عليها كي صفار البيض السكر رح ضيف عليها رح ضيف reins رح ضيف رح ضيف رأس رح ضيف اشتركوا في القناة نص خفقة رحضي على الكريم تشيز مع السفر والسكر و اخر شيء شايفين كيف نقومتها نقوم بتحضيفها ليكسر جهزة مصبع العرب هكذا نحضيفها على العرب هيك بعد ما ضفناها. نعمل بحطة ريكة. وهيك صارت جاهزة رح حطها بالفريزر حتى تنزلها. هل رح نعمل هدا عبارة عن فريزر مفرز و رح ضيفه على النباج والمرواض البارد رحط له لون احمر و رح ضيف طبعا انتو بتختارو هاي الفريزر اللي بتكون يا عدي الكمية انا اخترت هاي الكمية. هو من شركة هون عنا في الدمارات. شغل مطالية بس فيه طيب. حسنا. حسنا. هيك صار جاهز. هلنا رح حطه على وش الغالب. وتشوفو. حسنا. هيك بعد ما جهز. الفريزر كيك. التشيز كيك. سوء. هلنا رح fats. هم. خامس. 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 حسنا. خامس. خامس. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا عبارة عن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة